مشاهدين موجز الأهم الأخبار مع مصطفى شكرا لك يا محمد الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخمسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخالجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ في واشنطن وشدد عبد العاطي على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكذلك دعم مصر للشرعية في اليمن واستقلال مؤسسات الدولة ونوها إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن وكذلك ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه من أولوية متقدمة للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر كما التقى وزير الخارجية والهجرة المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند وخلال اللقاء أكد عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية بهدف الإسهام في تحريك الأزمة الليبية نحو حل المستدام وتأكيدا لدعم مسار الحل الليبي الليبي لاحترام دور المؤسسات الليبية ووصولا إلى إجراء الانتخابة الرئاسية والبرلمانية بالتزامن على نحو يخدم جهود التوصل لحل الأزمة بقيادة ليبية خالصة وقد شدد وزير الخارجية على أهمية احترام مرجعية التفاق الصخيرات وأشار إلى ضرورة العمل على إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبي الليبي وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد كما اكتمع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي خلال الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين وخلال هذا اللقاء أكد عبد العاطي الأهمية القصوى لمواصلة الجهود من أجل احتواء التصعيد في جنوب لبنان وتجنب الانزلاق لسيناريو الحرب الإقليمية الشاملة وأشر إلى الجهود المصرية الحثيثة للتهديئة في المنطقة بوجه عام وجنوب لبنان على الأخص وشدد على أولوية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق نار في قطاع غزة باعتباره مفتاح التهديئة في المنطقة كما استعرض أيضا وزير الخارجية مجمل اتصالات المكثفة التي يقوم بها الجانب المصري مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهدف وقف التصعيد ولفت النظر إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 للحفاظ على أمن واستقرار الحدود اللبنانية الإسرائيلية ولضمان عدم انتهاك السيادة اللبنانية وصف وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب الهجمات الإلكترونية التي حدثت مؤخرا في لبنان وما نتج عنها من ضحايا بالألاف من الجرحة وصفها بالإرهاب وحمل إسرائيل مسؤوليتها أمام مجلس الأمن الدولي وفي جلسة خصصة للبحث في الوضع في لبنان والشرق الأوسط قال أبو حبيب أن الانفجارات التي قتلت العشرات في مختلف أنحاء لبنان على مدى يومين هي أسلوب حرب غير مسبوق في وحشياته وإرهابه وأكد أن استهداف ألاف الأشخاص من مختلف الأعمار يمارسون أعمالهم في منازلهم وفي الشوارع وفي الوظائف هو عمل إرهابي كما أكد حزب الله اللبناني في بيان له مقتل القيادي أحمد محمود وهبي وذلك في الضربة الإسرائيلية التي استهدفته بالضحية الجنوبية في بيروت يوم الجمعة وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق مقتل القيادي إبراهيم عقيل في الضربة الإسرائيلية التي أدت أيضا إلى مقتل أربعة عشر شخصا وفقا للبيان الصادر من وزارة الصحة اللبنانية والتي قالت أن هذا العدد مرشح للزيادة مع عمل فرق الإنقاذ طوال ساعات الليل أعرب وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستون عن قلقه من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على خلفية اغتيال إبراهيم عقيل القائد العسكري البارز للحزب في ضربة إسرائيلية وخلال اتصال هاتفي عقده مع نظيره الإسرائيلية يو أفغالانت أعاد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد بقوة على أهمية التوصل إلى حل ديبلوماسي لإنهاء حالة التصعيد بشكل يمكن السكان من العودة بأمان إلى منازله على جانبي الحدود استشهد أربعة وأربعون فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء مواصب أخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطع غزة وقد أفادت وكرة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين بغارتين شمالي القطاع أحدهما في استهداف على منزل في بيت لاهية والثاني جراء قصف مركبة في بيت حنون أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر أما في مدينة غزة فقد استشهد ثمانية عشر مواطنا بنحو ست غارات متفرقة استهدفت الأولى منزلا بحي الدرج ما أسفر عن استشهاد ستة من بينهم سيدتان بينما استشهد ستة آخرون من بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان في قصف استهدف منزلا بوسط المدينة أما في المحافظة الوسطى للقطاع فقد استشهد عشرة فلسطينيين في غارتين منفصلتين وهذه نهاية الموجز عودة لاستكمال باقي فقرات صباح القرية مصر بعد هذا الفصل